تابع سمو الشيخ ناصر من حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس الفخري للاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة يوم أمس انطلاق الموسم الجديد لسباقات القدرة 2024-2025 الذي شهد إقامة سباقي 40.80 كم تأهيل محلية ومائة كم دولي في قرية البحرين الدولية للقدرة وشهد السباق سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة وشارك في انطلاق الموسم سعادة سيد أن أيمن بن توفيق المؤيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة وذلك في السباق التأهلي لمسافة 40 كم مع فريق فيكتوريوس كما شهدت السباقات حضور سعادة السيدة روان بن نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب وسعادة الشيخ محمد بن دعيجة الخليفة رئيس اللجنة البرالمبية البحرينية وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن المشاركة الواسعة التي شهدتها السباقات تؤكد المسيرة الناجحة لرياضة القدرة البحرينية ومدى الشعبية الواسعة التي تحظى بها من خلال دخول وجوه جديدة عاما بعد الآخر مع مختلف الاستبلات المحلية منوها سموه بالمشاركة الشبابية التي شهدتها السباقات ليكون الشباب عنصرا رئيسيا في توارث هذه الرياضة العريقة وأضاف سموه بأن السباقات المحلية تمثل أهمية كبيرة للإستبلات والفرسان للاحتكاك والانسجام واكتساب الخبرة لسيما أنها تعتبر الخطوة الأولى للمشاركات الخارجية مشيدا سموه بعطاء كافة الفرسان المشاركين في انطلاقة الموسم هذا وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد جانبا من مراحل السباق وحرص سموه على توجيه الفرسان في المراحل تحت أنظار ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أقيم سباق القدرة التأهلي الدولي لمسافة 100 كم والسباقات التأهلية المحلية لمسافة 40 و 80 كم أكيد اليوم هذا السباق يعطينا فرصة أن نستكشف بعض الجياد اللي ممكن إضافاته لكوكبة جياد الفرق الملكي بإكلافة جنحته إن كان الفكتوريوس إن كان الزعيم إن كان الناصر إن كان انثيرتين الرعود أيضا موجود في الإمارات ويهرانك فيه تجهيز له فالشاهد عليه أن الفرق الملكي يحرص على أن يستنهز هذه الفرص ويستقل فرصة هذه السباقات لإعداد جياده ولتجهيزها سواء للمشاركات الداخلية أو المشاركات الخارجية قرية البحرين الدولية للقدرة شهدت إقامة الفحص البيطري للجياد وسط مشاركة واسعة من الاستبرات والفرسان طبعا الخيل ما تنطلق إلا بعد ما تكتاز الفحص الفرن البيطري الأولي وهذا اللي عملناه فحصنا الخيل الخيل اللي غير ناجحة أو غير سليمة تم استبعادها أما الخيل الناجحة كلها راح تنطلق بعد نص ساعة أو 45 دقيقة الفرسان طبعا قاهزين تمريناتهم كانت مميزة في بداية الموسم ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح في هذا السباق الأول لهذا الموسم والسباقات القادمة إن شاء الله والله إحنا تقريبا قاعد نشتغل إن شاء الله وإن شاء الله نتوكلين على الله واشتغلنا عندنا يعني عندنا أجهزة مثلا في وقت الصيف قاعد نشتغل عليها أجهزة داخلية على قولاتهم مثلا السباحة في البحار وشغلات ثمانية السباق شهد مشاركة قوية وكبيرة من مختلف الاستبلات المحلية والفرسان حيث أن هذه المشاركة زارت من قوة المنافسة مما يعود بالشكل الإيجابي على السباق ومعرفة جاهزية الفرسان والجياد مع بداية الموسم والله أول شيء الحمد لله على كل حال وطبعا أشكر اسمه شيخ ناصر على التحفيز وأشكره بحكم أنه هو ملهم الشباب يعني مثل ما شفنا كلنا في السباق اللي فاز فيه هو يعني من يومها إلى اليوم عدد الناس اللي يشاركون في هذه السباق زادوا وتضاعفوا أضعاب يعني أعطيك مثال بسيط جدا في الفئة اللي أنا شاركت فيها اليوم كان عندنا مئة مشارك يعني أرقام خيالية طبعا وتعدوا المجموع فوق المئتين ومئتين وخمسين مشارك فما شاء الله عليهم يعني هذه الرياضة يعني في ازدهار بالبحرين الإقبال المميز على المشاركة في السباق الافتتاحي من الاستبلات والفرسان يؤكد مدى الحرص على الاهتمام في تطوير ورفع مستوى الجهاد والفرسان في مملكة البحرين